أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصهما مرسوم سلطاني رقم 14 على 2022 بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه المادة الثانية يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الخامس عشر من رمضان سنة 1443 للهجرة الموافقة السابع عشر من إبريل سنة 2022 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم خمسة عشر على الفين واثنين وعشرين بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم واحد وثلاثين على الفين واثنين عشر بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم واحد وثلاثين على الفين واثنين عشر المشاري إليه النص الآتي ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يتبع مجلس الوزراء المادة الثانية يستبدل بعبارة وزير الاقتصاد أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشاري إليه عبارة مجلس الوزراء المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الخامس عشر من رمضان سنة ألف واربعمائة وثلاثين واربعين للهجرة الموافقة السابع عشر من إبريل سنة ألفين واثنتين وعشرين للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان ترجمة نانسي قنقر